موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في حلقات جديدة من برنامج أخر طبعا كالعادة سنعرض لكم أبرز مجاء في الصحف العربية من عنوين مواضيع كثيرة ومقالات من عدة صحف عربية وأجنبية سنحول منقشتها وتحليلها ورحب الضيف في الاستوديو النائب سابق دكتور نازيه منصور أهلا بك دكتور أعطيك العافية ولكن قبل بدأ الحوار سنتوقف مع أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم أهلا بكم جولة اليوم على أبرز عنوين الصحف نبدأها من لبنان وصحيفة النهار التي عنونت مؤشرات التغيير الحكومي البحث في الشكل خلاف على تعينات التلفزيون والمجلس الاقتصادي واشنطن تعتبر الاتلاف السوري ممثلا شرعيا وطهران تعين استضافة حوار وطنيا الأحد احتجاجات الغاضبة في أنحاء الأردن على تحرير أسعار المشتقات النفطية باريس قد تسلح الاتلاف السوري بمجرد انتهائه من تأليف حكومة انتقالية نبقى في لبنان وننتقل إلى صحيفة السفير الأكثرية تعزز مواقعها حكوميا ونيابيا ومسيحيا معركة وشكة في القامشلي وأكراد سوريا يستعدون للدفاع عنها إيران تختبر ثلاثة أنظمة للدفاع الجوي غزة إسرائيل حائرة في كيفية الردع إلى صحيفة القدس العربي تركيا تحذر من مخاطر تعرضها لهجوم سوري بأسلحة كيميائية منظمتان حقوقيتان تطالبان المعارضة بوقف انتهاكات مقاتلها إمام تونسي مثير للجدل ورئيس الجالية المصرية ومشايخ من فرنسا يزورون إسرائيل والضفة رواية شبه رسمية عن سوء فهم أدى إلى إعفاء وزير الداخلية السعودي أحمد بن عبد العزيز الفضيحة الجنسية تهز واشنطن الحسناء اللبنانية تطيح قائد المارينز بأفغانستان بعد مدير السي آي اي إلى سوريا وصحيفة الوطن مقتلوا المئات من عناصر ميليشيا الحروف الغوطة ومتطوعون ينسحبون بالجملة من صفوفهم بحلب المقداد الاتلاف المعارض الجديد مشروع أمريكي قطري هدفه تدمير سوريا الأتراك يخوفون النيتو بمزاعم الكيموي السوري وطهران تستضيف حوارا وطنيا الأحد المقبل ديبلوماسيون في الأمم المتحدة الاعتراف بالاتلاف الوطني لا قيمة له إلى البحرين وصحيفة الوسط العفو الدولية إسقاط جنسية المواطنين محظور في القانون الدولي السفير الروسي الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون سيركز على أمن الخليج وسوريا رئيس الأمن العام تعديلات قانونية لتحسين الإجراءات بشأن التجمعات الشرطة البريطانية تعتقل شخصا قادما من البحرين على خلفية احتجاز صحفيين في سوريا إلى مصر وصحيفة الجمهورية مرسي وضع الحكومة أمام التحديات الخمسة الأمن القومي العدالة الاجتماعية التعديات على النيل الأولوية لتنمية سيناء والتوازن في توزيع الاستثمارات الختام من العراق وصحيفة الدستور الحكومة تسحب قانون الأحزاب من البرلمان لمناقشته تحذيرات من محرم دام ومخطط المفاخخات في قبضة العدالة صدور مذكرتي قبض بحق نائبين عن العراقية إلى هنا تنتهي الجولة على عنوين الصحف ونعود لمتابعة برنامج آخر طبعة شكرا لك هباب إذن دكتور برأيك ما هي أبرز العنوين اليوم؟ أبرز العنوين على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي كان الأبرز شيء فيها الموضوع السوري فيما تعلق بالمعارضة السورية أيضا في الوضع في البحرين في العراق وبشكل عام تناولت أهم الأزمات التي تناول المنطقة بما فيها الوضع اللبناني على المستوى اللبناني فيما يتعلق بوضع الحكومة اللبنانية الضوء الآن تسلط أيضا تعكل صحيفة تتناول الموضوع الذي يهمها ويخدم توجهاتها السياسية ولكن هناك قاصم مشترك بين هذه العنوين فيما يتعلق بالوضع السوري بالأزمة السورية تحديدا تجمع كل الصحف تناولتهم منها ما جعلتهم متقدم منها جعلتهم متأخر في هذا الموضوع كيف تقيم اليوم تشكيل الاتلاف الوطني السوري في الدوحة؟ لا شك أن ما حصل في الدوحة هو نتيجة نتيجة ضغطات أقليمية ودولية بقدمتها وهذا ما ذكرته قبل الانتخابات الأمريكية وزيرها ناظرة الخارجية الأمريكية سيدة كلينتون عندما قالت على المعارضة أن تتوحد في إطاء معين من خلال هذا الاتلاف برأيك المعارضة السورية توحدت؟ هذا في الظاهر عندما تدخل في التفاصيل يمكن أن تحكم على هذه المعارضة أنها توحدت مع الأيام لا يمكن من مجرد الإعلان عنها عندما تتوزع بك على المهمات وعندما توزع الأموال على الصلاحيات عندما يمكن القول أنها توحدت يجب أن تخضع لتجرب لأن الكوكتيل الذي يجتمع في الدوحة كان نتيجة ضغوطات دولية وأقليمية وإغراءات في هذا الموضوع أن لا يوجد قاسم مشترك فينا برنامج سياسي محدد ماذا نفعل لسوريا؟ كيف نتعاطى مع العالم؟ كيف نتعاطى مع القضية المركزية؟ على المستوى كيف تقام هذه الدولة؟ يضط نظام دستوري، برلماني، ملكي، جمهوري؟ إذن هنا تكمن الحقيقة إذا كان لديها هذا البرنامج نحن لم نجد حتى الآن يمكن الحكم ولنا تجربة في المجلس الوطني المجلس الوطني كان مجموعة إلى حد ما متقارب من متجانس ومعظم من أخوان المسلمين وفشلت في أن تقود المجتمع السوري والمعارضة السورية في هذه الفترة التي مضى عليها ما يزيد أنفسنا فكيف في هذا الاختلاف من مختلف المعارضات والتي لها كل مهم من اليسار إلى اليمين إلى السلفي إلى الإسلامي فإذا كل هذه أو حتى النخر السورية المثقفة والمنتشرة فيها في العالم لا يمكن الحكم عليها إلا بعد برافة سنتحدث أكثر عن الموضوع السوري في فقراتنا اللاحقة ننتقل إلى الموضوع اللبناني قليلا بصفتك يعني نائب سابق في البرلمان اللبناني كيف تقيم حصل في الأيام القليلة الماضية في صيدة خاصة؟ الكل حذر من فتنة هل نحن فعلا أمام فتنة؟ مهما حاولنا الابتعاد عن الملف الأزمة السورية نحن أكثر بلد في المنطقة هي في العمق السوري هي في لبنان نتيجة الواقع اللبناني والانقسام الحاد بين اللبنانيين يعني لا يوجد هناك حتى ما يقال عن فريق مستقيل أو طرف ثالث أو وسطي لا يوجد في لبنان هذا الأمر ولكن يعني نتيجة هذا الصوت المغتفع هنا أو هناك أدى إلى تأزيم المسألة وجعلها أن تنفجر في صيدة يعني هنا الحكومة اللبنية تتحمل مسؤولية لأنها لم تلجم الأمور وتعالجها ويترى الأمور تستمر بشكل تصاعدي دون أن تعمل إلى حل هذه المسائل ولو بحدها الأدنى لذلك لم تنتهي الأمر حتى الآن لأن الأمور ما زادت كما يقال هل تتوقع أن تتأزم الأوضاع أكثر في الأيام المقبلة؟ هذا يعود إلى القوى الفاعلة على الساحة اللبنانية وليس بالقول القوى الفاعلة هي القوى اللبنانية يعني المجموعات اللبنانية نحن نعلم جميعا أن معظم الأفريقاء اللبنانيين لهم أجندات خارجية من التمويل إلى الفكر إلى كل تفاصيل الحياة اللبنانية وهذا مؤصف بالعالم كل دون لا تجد أي بلد قراه يحمل أعلام غير علامه هذا مؤشر على أنه لا يملك من الوطنيات شيء من هنا نرى أن ترحل عندما ماذا يمنع أن نكون الزعماء أن يتواصل القيادات السياسية اللبنانية فيما بينها بدلا من أن نذهب إلى واشنطن وإلى باريس وإلى نيويوك وإلى غياض وإلى آخر ما هو المانع أن تتواصل هذه القوى السياسية فيما بينها وتضع إطار وطني يجمع بالحد الأدنى من القوى المشتركة ما الذي يمنعهم ذلك؟ يمنع نتيجة الاغتباطات والتبعية للخارج حتى الآن هناك لا يوجد رأي عام لبناني جامع في الموضوع من هو العدو للبنان حتى الآن لا يوجد في أي بلد بالعالم تختلف هناك خلافات سياسية في أي بلد بالعالم على المساعدة دكتور كل الأطراف في لبنان تقريبا متفقة على أن العدو هو العدو الإسرائيلي هذا مثال بسيط في هذا الموضوع قريب جدا في اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن اللواء وسام الحسن مباشرة لجأ إلى تبريب العدو الإسرائيلي من هذا العمل كيف تفسر ذلك؟ البعض من الساسة اللبنانيين بقى العدو الإسرائيلي واتجه مباشرة إلى طرف لبنان وهذا الأمر يعطي للعدو فرصة أيضا الحديث دائما عن طائرة التي اختارت المجال الصهيوني يتحدث عن دون أن نتحدث عن ما يقوم به العدو من اختراقات متواصلة هذا الأمر ألا يثير الشك والغيبة بحده الأبناء؟ من هنا يجب الانطلاق من قاعدة أساسية فلنحدد الخيارات اللبنانية في الأولويات نحن في الصراع مع العدو من هو هذا الصراع؟ هل انتهى أو مازال؟ هل هناك تسوية؟ هل هناك توجه للسلم في ضمن المرحلة القائمة الآن؟ حول أيضا المناعة التي تمنع عن لبنان الاعتداء الصهيوني عليه هي وجود المقاومة الآن لا شغل لفريق من الأفقاء اللبنانين هو سوى الحديث فقط عن سلاح المقاومة سنتابع هذا الحديث مع حضرتك ولكن سنتوقف مع فقراتنا الثانية الاتلاف الوطني السوري غير راض عن رد الفعل الدولي بعد أعلان تأسيسه وقرار الجامعة العربية غير كاف هذا ما ورد في صحيفة الحياة بالإضافة إلى مواضيع أخرى سنتابعها في فقراتنا الثانية في علقة اليوم اقرأ الحدث نتابع الحياة الترحيب الغربي غير كاف علمت الحياة أن وفدا أمريكيا يضم مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية باست جونز وسفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد ومسؤول الإغاثة في الخارج وليام تايلور اجتمعوا مع قيادات في الاتلاف الوطني للتشاور عن اللقاء قال عضو المجلس والاتلاف أحمد رمضان للصحيفة أن هناك رغبة أمريكية لتقديم مساعدات إنسانية كما تحدث عن عدم رضى الاتلاف عن رد الفعل الدولي بعد إعلان تأسيسه فقرار الجامعة العربية غير كاف والأخطر أنه ربط القرار بدعم ودارة الموفد الأخضر الإبراهيمي تباطئ المجتمع الدولي بالاعتراف يعتبر أيضا مؤشرا سلبيا هناك شعور أن عدم ضم بعض مكونات المعارضة إلى الاتلاف جاء لتبرير عدم الاعتراف الفوري به الصحيفة علمت أن الاتلاف لم يوافق على فتح مكتب له في اسطنبول فالمقر سيفتح في القاهرة قريبا وعلم أن بعض الأعضاء الذين لهم موقف خاص من تركيا رفضوا فتح مكتب هنا القبص الكويتية علقت مصادر دبلوماسية رفعة على قرار مجلس التعاون الخليجي بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض كممثلا شرعيا للشعب السوري بالقول أن البيانة كان واضحا وهو أن المجلس الوطني ليس ممثلا وحيدا وأشارت إلى أنه لا يجوز اعتبار المعارضة ممثلا وحيدا بينما هناك سفارات سورية في كل دول المجلس التعاون تخضع للنظام السوري المصادر نفسها لم تستبعد أن تصدف دول التعاون ومنها الكويت وفودا للمجلس الوطني السوري المعارض خلال الفترة المقبلة للتنصيق في قضايا عدة أبرزها سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية للاجئين السوريين وقد بدأ فصل الشتاء القدس العربي الجزائر والقرار الأكثر حكمة تتعرض السلطات الجزائرية لضغوط متصاعدة من أمريكا وفرنسا لتلعب دورا قياديا في القوات الأفريقية التي ستتولى غزو دولة مالي للقضاء على الجماعات الإسلامية المتحلفة مع الطوارق فقرار الجزائر كان حكيما فالتدخل العسكري المدعوم أمريكيا يؤدي إلى خدمة جماعات التشدد الإسلامي ناهيكا من أن نتائجه غير مضمونة دول غيربي أفريقيا بزعمة النيجر قررت تشكيل قوة من 3300 جندي للتدخل لإنهاء التمرد في أقليم أزواد هذه القوة لن تتمكن بسهولة من إعادة الهدوء إلى المنطقة وإذا نجحت فسيؤدي التدخل إلى زعزعة استقرار دول الساحل جميعا ألا يذكرون هذا التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا وما نتج عنه بالغزو الأمريكي للعراق للتدخل في شمال مالي لا يقل خطورة عن هذين التدخلين في ليبيا والعراق وقبلهما أفغانستان إذن الدكتور نازيه بحسب صحيفة الحياة فإن وفدا أمريكيا اجتمع مع أعضاء في الائتلاف الوطني السوري للتشاور وقال عضو المجلس والائتلاف أحمد رمضان إن هناك الغابة أمريكية بتقديم مساعدات إنسانية هل كان يتوقع الائتلاف تقديم مساعدات عسكرية من قبل الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة تقدم المساعدات على اختلافه وليست المساعدات الإنسانية وليس لم تكن ضيفا على هذا المؤتمر على هذا اللقاء كان المنصق العام لهذا المؤتمر هو السفير الأمريكي في سوريا فارد ومساعد وزير الخارجية الأمريكية تايلر يعني هؤلاء الذين كانوا يديرون والذين كانوا يغربون وأسسوا لهذا الاستماع والذين بأسليب مختلفة جمعوا هؤلاء فقراء والذي يثبت أن إجابة على السؤال التي ذكرته في الأول أن هل هذا الائتلاف سوف يستمر؟ عندما الآن الخلاف حول ما كان أين يكون مركز هذا الائتلاف المعارض؟ هل يكون في اسطنبول؟ هل يكون في الإردن؟ قيل بالسابق أنه سوف يكون في الإردن ثم قيل أنه في القائر ثم قيل في الدواحة الآن في تريقيا إذن حتى هناك توجه حول المكان الذي تنطلق منه إدارة هذه المعارضة هناك خلاف عليه كيف إذا دخلنا في التفاصيل؟ أيضا حتى الدول التي تستضيف أو التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية ما بين سوريا وهذه الدول لا يمكن لها أن تقفل الصفرات مباشرة وتفتح صفرات لأولئك يملكون صفات عسمية وفقا لاتفاقية فيينا التي تعطيهم الحصانة وآلية عمل السلك الدبلوماسي بين دولة أخرى أن نستضيف شخص مباشرة هذا أشبه بجمعية ذات طابع سياسي ذات طابع خيري أو حزب في كأدسامي لا يمكن أن تمنحه صفة حكومة أو صفة دولة أن تجتمع مجموعة نتيجة ضغوطات دولية وأن تمنحها صفة حكومة حتى أنه مختلف فيما بينه تشكيل حكومة مؤقتة أو لا حتى أن فرنسا عندما يتحدث الرئيس الفرنسي يعترف فيه وزير الخارجية يتحدث غير ما يتحدث رئيس الفرنسي حيثما يعود وزير الدفاع هناك ثلاث وجهات نظر داخل فرنسا بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئيس الجمهورية الفرنسية إذن كيف يمكن لدولة واحدة أن تكون متعددة الأراء فيما يتعلق بهذا الائتلاب حتى الإدارة الأمريكية هي لا تقوم بالمساعدة لا مالية وهي تساعد من خلال من؟ من الذين يتبعون لها من دول خليصة لماذا سعت برأيك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى توحيد المعارضة؟ هي تحاول توحيد هذه المعارضة في الشكل في الظاهر أمام الإعلام العالمي أمام المجتمع الدولي ولكن هي ضمنيا السياسة التي تعتمدها الإدارة الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي واحتلال المقعد القول في العالم أن تكون هي القطب الأوحد على وجه الكرة الأرضية وفشالها في أفغانستان والعراق من خلال من خلال الاحتلال العسكري هي تلجأ إلى التفكيك والتفتيت ولكن في الظاهر هي لا تغرب أن تكون هناك وحدة سورية أن تكون سورية موحدة هي تعمل على أن يكون كل الأفريقاء ضعفاء سواء في المعارضة أو في النظام السوري حتى المعارضة لا يمكن حتى لهذه المعارضة هل تقصد أن هذا الاتلاف يعني ضعف المعارضة؟ هو صلحي هو شكلي نعم هذا الاتلاف ضعف المعارضة؟ طبعا هذا الاتلاف لو يصدر عن المعارضة السورية بمختلف أطيافها وأجناسها وطوائفها ومذاهبها وأحزابها بشكل مبادر هم توافقوا فيما بينهم دون أن يكون هذا الإطار التنظيمي والإشعاف المباشر عليه من قوة أقليمية ودولية أقول لك أن تستطيع عند إذن هذه المعارضة أن تتفاهم حتى مع النظام السوري الذي هي تشكمنه لأنه لا يمكن أن الإدارة الأمريكية أن تحقق إذا كانت فعلا هناك نية حسنة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المؤسسات والمنظمات الأقليمية أو الدولية أن تلجأ توقف العنف وتلجأ إلى ماذا؟ إلى جمع كل من الأفريقاء وعند إذن تجعلها تتناقش تتحاور فيما بينها لتجد المخش وهذا الأمر سوف يحصل عاجلا أم آجلا ولكن متى سيحصل؟ بعد أن يصل أن يوصل كل من الأفريقاء في حالة من الضعف إلى تدمير البنى التحتية كما حصل في ليبيا كما حصل في اليمن واليمن ما زالت تعيش هذه الأزمة حتى مصر ماذا يحصل في مصر ماذا يحصل في تونس ماذا يحصل في كل العالم العرم إذن من هنا كل هذا التأييد الظاهري هو مجرد فقاقيع صابون لأكثر أيضا عضو الائتلاف أحمد رمضان تحدث عن عدم رضا الائتلاف عن ردة الفعل الدولية بعد أعلان تأسيسه وقال أن اعتراف الجامعة العربية غير كاف ماذا كان ينتظر هذا الائتلاف من الدول الغربية وبالتحديد من الجامعة العربية يعني هي اعترفت به هنا الحماس الذي كانت تظهره الإدارة الأمريكية للمعارضة السورية نحن نساعدكم عندما تلتقون وتجتمعون وتوافقوا فيما بينهم الإدارة الأمريكية كما ذكرت أنها غير متحمسة لأن تكون هناك معارضة فعلية وجدية لإنهاء الإشكاء الصراع داخل السورية وإنهاء الأزمة السورية هي تريد أن تكون إلى أطول فترة ممكنة وهي ليس حتى تحذر لما يلحق ذلك خاصة أنها بعد الاستحقاق الانتخابي وبعد تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وإعادة انتخاب أوباما لا تتركز الإدارة الأمريكية الآن كما نعلم جميعا أن هنا بدأت الفضائح شخص يريد الخلاص منه هو لديه فضيحة إذن من هنا يجب الانتظار حتى يستطيع الحكم على هذا الاتلاف على التأييد الدولي له طب برأيك كيف ستكون ردة الفعل السورية في حال تم الاعتراف بالاقتلاف الوطن السوري من قبل معظم الدول الغربية نحن سمعنا آخر المقابلة التي اجريت مع رئيس الأسر والذي قال أنا ولدت في سوريا وسأموت في سوريا يعني هذا وضع مسلمات أنه سوف يستمر في مواجهة هذه الهجمة حتى آخر لحظة في حياة لا يمكن أن يسلم بهذه البساطة ونحن نعلم جميعا أن الرئيس السوري ليس وحده في المعرك هناك لديه هناك لديه دعم على المستوى القوات المسلحة أيضا هناك فريق كبير أو قسم كبير من الشعب السوري يؤيد هذا النظام لو أخذنا فقط الذين استفادوا من النظام ولكن نتحدث عن المجتمع الدولي يعني لأتقل المجتمع الدولي هي يعني ضد هذا النظام الجامعة العربية اعترفت بالإئتلاف الوطني ودول مجلس تعاون الخليجي أيضا كيف يمكن مواجهة كل ذلك المعنى لا مجلس تعاون الخليجي عمان لها موقف مغاير الإمارات العربية لها موقف مغاير ولكن اعترفت نتيجة هذا في نفوذ هذا النفوذ الذي الآن يسيطر على مجلس تعاون الخليجي كل مناس سعودية ووكيل الإدارة الأمريكية هي قطر يعني هذا الأمور بكل وضوح حتى مجلس تعاون الخليجي ليس لديه من الحرية حتى يستطيع هو هم موكلاء الآن هم موكلاء للإدارة الأمريكية في المنطقة وهم الذين ينفذون السياسة بشكل مباشر والإدارة الأمريكية تشاهد من بعيد سواء على وسط دعم المال والصح الإدارة الأمريكية لا تدفع ولا تقدم مساعدات للغير هي تستفيد من الذين يطبعونها في تقديم هذا الفعل أو ذاك طب رئيس الإتلاف معاذ الخطيب طلب بدعم المقاتلين بأسلحة نوعية ماذا يقصد بالأسلحة نوعية فرنسا وبريطانيا يعني يعني قالت لم تعلن استعدادها لإرسال الأسلحة لأنها ملتزمة بقرار يعتبر هؤلاء الذين آتوا على هذا الإتلاف أن المجتمع الدولي أو حتى المجتمع الغربي هو يأخذ مجرع لما يطلب يقدم لهم كل شيء هذا المجتمع الغربي منذ قيامه منذ قيامه يعمل في خدمة مصلاحه وليس يعمل عند الآخرين وليس هو جمعية خيرية هو غير مستعجل الآن لإنهاء الأزمة السورية لو كان هناك نية وإرادة صحيحة ما هي المصلحة في إطالة الأزمة؟ طبعا تفكيك المجتمع السوري أضعاف هذا النظاف إنهاء البنية التحديدية إعادة بناء مجتمع يحتاج إلى 40-50 سنة أن لم يعد دولة مواجهة وخاصة نحن نعلم أن البلد الوحيد الآن بكل العالم العربي الذي هو ما زال على مستوى النظام السياسي هو النظام السوري الذي ما زال يقول لا في الموضوع السهيوني ومؤيد للمقاومة في لبنان وفي فلسطين وهو الآن يحتضي وكان يحتضن المقاومة والصوت العربي الوحيد الذي يقول لا عندما تنتظي من هذا الصوت إذن عندما تنتظي من هذا الصوت خشية أيضا كمان لها مصالح إذن أن حتى هذا الفريق الآخر أو ما يعرف بالمعارضة أو المعارضات هذه المعارضات تخشى منها المجتمع الغربي والإدارة الأمريكية أن تكون فيها منسة لأهالي السلفية التي تعتبر الغرب عدوا لها ويصيبها ما صابها في العراق وما صابها في فرنسطين سنتابع هذا الحديث لكن سنتوقف مع فاصل قصير مشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيدا سنعود أهلا بكم جديد مشاهدين الكرام ومجدنا أرحبك دكتور نزيه منصور النائب السابق في البرلمان اللبناني اقرأ الحدث بالأجنب بفقرتنا التالية وفي صحيفة ديلي تيليغراف متمردون يسيطرون على مناطق شمال الجولان وملك الخليج في ورطة بحسب صحيفة الفورين بوليسي بالإضافة إلى أخبار أخرى نتابع في هذا التقرير ديلي تيليغراف متمردون يسيطرون على مناطق شمال الجولان استولى ما لا يقل عن مئتي متمرد على قريتين بالقرب من المنطقة العازلة في الجولان مصدر في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قال إن المتمردين يخططون لاستدراج القوات النظامية السورية للقتال في المنطقة المنزوعة السلاح بسبب القيود المفروضة عليها هناك وبحسب المصدر فقد استولى المتمردون على منطقتين وقيعتين شمال القنيطرة وجنوبها أضف من غير المستبعد أن يقوم المتمردون بعزل مدينة القنيطرة وطريق دمشق مسؤولون إسرائيليون قالوا إن المقاتلين الذين استولوا على القنيطرة هم أعضاء في مجموعة سلفية تطلق على نفسها اسمان سوري الجولان وهي مجموعة تتكون أساساً من مقاتلين أجانب وعناصر من القاعدة تبدو ممالك الخليج وإماراته مستقرة مقارنة بغيرها من دول المنطقة لكن الواقع مغير تماماً فهذه الدول ترزح تحت وطأة مشاكل سياسية واقتصادية كثيرة لكن استراتيجيات البقاء التي تتبعها هذه الدول مكنتها من الاستمرار والسرداء المعارضة أو تهميشها ترجمت مرحلة مبعد الثورات العربية في دول الخليج بطرق مختلفة وذلك وفقاً لظروف كل دولة وتروحت الأسليب بين أعمال شغب في الطرق سقط ضحيتها شهداء في المناطق الأكثر فقراً ومعارضة إلكترونية في الدول الأكثر غناً وفي الحالتين أترد قمعياً الفرضيات الثلاثة التي تستند إليها دول الخليج بشأن استقرار الحكم فيها لم تعد صالحة فنظام توزيع الثروات على المواطنين مقابل الحكم والحديث عن أن النظام القبلية هو الأفضل لهذه الدول وعن وراء الحكام كلها أمور لم تعد مقنعة فالكثير من المناطق باتت ترزح تحت وطأة الفقر وعدد العاطلين عن العمل أصبح مخيفاً كما أن عدداً كبيراً من الشبان باتوا يجاهرون برفضهم الوضع الراهن وتضامنهم مع حركات الربيع العربي العلاقات المصرية التركية مؤشر نظام إقليمي جديد يعكس التحالف الجديد الناشئ بين نظامي مصر وتركيا الإسلاميين مناورة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط تحالف قد يؤدي إلى نظام إقليمي جديد تتلاشى فيه سيطرة الولايات المتحدة تدريجياً مقابل الأصوات الإسلامية وبرغم أن كل دولة تمتلك رؤيتها للإسلام السياسي فأن باستطاعة كل واحدة منهما إكمال الأخرى تركيا القوية اقتصادياً بإمكانها انتشال مصر من أزمتها المالية كما باستطاعة القاهرة تحقيق طموح أنقرة في أن تصبح قوة إسلامية تدعمها دول المنطقة إذن دكتور نزيهة ملايقل عن 200 متمرد استولوا على قريتين بالقرب من المنطقة العزيلة في الجولان كيف تقيم ما جرى في الأيام الماضية في الجولان من تبادل لإطلاق النار من المسؤول برأيك؟ هنا شك أن ما يحصل على الأرض السورية على كل مساحة السورية ونرى أن هذه المعاركة تنتقل من مكان إلى الآخر طارة تعلو هنا وطارة تخمد هناك فما حصل في الجولان هذا أمر إلى حد ما يحتاج إلى علامة استفهام إلى قراءة أوسعة شيء يعرف مزيد من المعطيات والوقائة اليوم الكيان الصهيون تحدث عن السلفيين هل من السهولة أن ترد القيادة الصهيونية أن تسمح للسلفيين يكونوا على آخر تماث مباشر معها؟ هل هي استدرجتهم للقيام بعمل إسرائيلي محدد لتقوم بعمل عدواني على سوريا؟ لتساهم في تأجيج النار؟ هذا سؤال بيترع هل أن النظام تغاضى عن الأمر؟ سؤال يترع ذلك إذا تحدثت بموضوعية هذه القدرات الخارقة التي استطعت وحتى لأن لم نسمع يوما معنى السلفية من لم تقم بأي عمل تستهدف إسرائيل فإذا كانت هذه السلفية هي متوجهة فعلى النظام أن يدعم هذه السلفية ويأتي بكل سلفية العالة فليذهب فليقاتل إسرائيل هل تستبعد فرضية أن تكون القوات السورية نظامية هي من أطلقت النار؟ لا أستبعد طبعا لا أستبعد لأنه حصل في السابق المعرضة تقول ذلك عاد من الطبيعي أن تدافع القوات السورية وتطلق النار على القوات الصهيونية في كثير من الحالات التي حصل فيها اشتباك ولكن استباكات محدودة منذ وقف اطلاق النار عام 73 حتى ترين حصلت اشتباكات محدودة من الطبيعي أن النظام السوري في حال أي اعتداء عليه أن يردع هذا العدوان أو بالحد الأدنى يدافع عن نفسه هل من مصلحة سوريا اليوم إشعال الجبهة في الجولان؟ ما هذا على إذا عرضنا أن تتوجه الأنظار باتجاه القضية المركزية الذي أن تبقى الهدف الأساسي والرئيسي للنظام وكل العرب أن تتوجه عنده هذا اختبار للمعارضة ولكل العرب هذا الكيان الصهيوني في معركة معه أين الأولوية؟ هل هي إسقاط النظام أم تحيير الأراضي أو مواجهة الكيان الصهيوني؟ هنا تختبر أيضا أيضا ورقة يمكن للنظام الصهيوني أن يستعملها ومن حقه أن يستعملها في أي مرحلة من المراحل لأنه من قيام هذا النظام لماذا في هذه المرحلة في ذات وليس في المراحل السابقة؟ قد تكون فرصة للنظام الصهيوني يستفيد منها في ظل هذه عموه ويؤطر على الشعب الصهيوني ويجذب كل القوى السويسية لمواجهة تعالى دعاني إذا كان مقاصرا في الصابق فليلحق نفسه في هذا الظرف مصدر في الاستخبارات الإسرائيلية قال أن المتمردين يخططون لاستدراج القوات السورية للقتال في المنطقة المنزوعة السلح بسبب القيود المفروضة عليها هذا مصدر في الاستخبارات الإسرائيلية يقول ذلك هل الاستخبارات السيونية هي تحاول أن تبث إشاعات؟ هل هو حقيقة ما تقوله الاستخبارات السورية؟ هل فعلا هذا الأمر صحيح؟ لا يمكن البناء على ما يقوله العدو الصهيوني يمكن أن تأخذه واقعة وتحللها وتقرأها مدى صحتها ومدى جديدها ومدى ارتباطها حتى بالكيان الصهيوني إذن هذا أيضا تحتاج إلى مزيدنا الوقت لمعرفة لأين الأمور تتجه يعني كل الاحتمالات وردية عندما يقول رئيس السورية أن هذه المنطقة كلها سوف تشتعل العالم سوف يتغير من خلال ما يحصل في السورية إذن هذه الأوراق التي تحدث عنها دون أن يسميها أطلق بشكل عام دون أن يخصص إذن من أقرب شيء يمكن أن يتضرر من هذا الحدث هو الكيان الصهيوني طب مسؤولون إسرائيليون قالوا أن المقتلين هم أعضاء في مجموعة سلافية من أجانب ومن تنظيم القاعدة ما الذي جاء بهم إلى هناك بلاد مفتوح أنت لما تسمع أنه مركز القيادة المركز القيادة المفروض على يحفظ الأمن للسوريين ويحفظ سوريا يتم تفجيره يقتل وزير الدفاع مدير المخابرات وزير الدفاع وخاصة في موضوع ما يتعلق بحركة المسلح أسهل بكثير من حركة الجيش يعني بيكون بالنهار بيكون عايش مدني باللل بيصير عسكر من السهل أن يتسلل عشرات أو بعض المئات ومنطقة هي شبه إذا زرتها لمنطقة شبه يعني غير مسكونة يعني منذ يعني حتى بالاتفاقية يعني ووقف وقف إطلاق النار بالتلتة وصبع الممنوع على القوات السورية أن تتواجدون لا يوجد جيش سوريا من السهل من السهل الانتقال خاصة في هذه الظروب في هذه الظروب أن تنتقل مسلح أو اثنين أو عشرات أو مئات إلى تلك المدر هل تتخوف إسرائيل من دخول السلافيين ومن سيطرة الإسلاميين في سوريا أكثر من من بقاء النظام في سوريا يعني المؤسل في السلافية ليست هي تنظيم له قيادة محددة يعني هناك هيكل تنظيمي محدد له مرجعية يعني ما يحق بالسلافية تراها مجموعة من الإمارات وكل الإمارة لها زعيم يديرها كما يجاهد كل اثنين والثالث أمير لو كان هناك تنظيم سياسي على هذا في موضوع السلافية وتتحرك بالاتجاه وأن تضع هدفا باتجاه الكيان الإسرائيلي كما رحى الأولى إذا بستطى كل العالم العربي والإسلام يلتف حوله أن تبقى يعني تتخذ أيضا من المسلمين بعض المسلمين الذي يخالفها في رأيها في فقها في اجتهادها تختلف ما وتعتبره عدوا قبل أن تتجه إلى العدو المركزي للأمة العربية والإسلامية الكيان الصهيوني هذا الأمر لم يحصل حتى تاريخ طب الانتقال إلى صحيفة الفورين بوليسي فإن ملوك الخليج في ورطة بداية كيف تعلق على هذا العنوان هل لهم فعلا في ورطة شوف هذه رسالة بدأ الغرب يعصولا لهؤلاء 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 الأمراء وهؤلاء المنوك الذين يسيطرون على الموارد الطبيعية وعلى البشر وعلى الحجر منذ عشرات سنة منذ عقود ويملكون أكبر ثروات وموارد في الطبيعة وأصبحوا هم عبئا على المجتمع الغرب يعني عندما هذه الصحيفة تكتب هذا الأمر هذا الأمر ليس جديدا أن هؤلاء هم عبئ عليهم لأنهم بدأوا ينفض حتى حسن باك الذي خدم الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي طيلة العقود التي حكم فيها بعد رحيل السادات أستغنط عنه فهي ليست متمسكة بأي من هؤلاء الأمراء التي تتحدث عن الدموكريات وحقوق حقوق الإنسان وحقوق المرأة وشرعة حقوق الإنسان والأنظمة الجمهورية وانتخابات إذن هي بدأت هذا مؤشر على أن هذه البلاد ستأتي في المراحل اللاحقة تتعرض لما تتعرض باية الدول العربية وكلها رسائل تخضر البنية التحتية داخل هذه المجتمعات أنكم عليكم أن تستيقضوا في وجه هؤلاء الحكام طيب هل ترى أن الأوضاع في دول الخليج الآن مستقرة مقارنة بالدول الباقية في الظاهر هي مستقرة ولكن في الداخل لا نعلم في أي لحظة تتفجر الأمور في الداخل ونحن نشهد ما يحصل الآن في الكويت في البحرين في الجزيرة بشكل عام حتى دول الخليج ليست بمعنى قطر القطرية عددهم لا يتجاوز القطر عدد سكان القطر الأصليين لا يتجاوز 60 ألف والباقي أنه حوالي 100 ألف مجموعة مجموعات حصلت على الجنسية في خطرها لذلك كل دول الخليج تعيش في حالة من القلق والخوف ولذلك نرى أنهم الآن يبعدون الكثير من العرب وغير العرب يبعدونهم ويتردون مغمر وعشرات السنين أيضا هناك ناس قد منحوا الجنسية في بعض هذه الدول الآن تنزع عنهم هذه الجنسيات وهذه مخالفة للحد الأدنى من حقوق الإنسان دكتور سنتوقف مع فاصل قصير مجددا مشاهدين الكرام تفضلوا بالبقاء معنا سنعود ألا بكم مجديد مشاهدين الكرام ومجددا نرحب بك دكتور نزيه منصور نتوقف الآن مع فقرات إقراء تركيا وأبرز ما تناولته بعض الصحف التركية من أخبار نتابع في هذا التقرير مليات البرزاني المنطقة تغلي قال رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في الجزء الأول من حواره للصحيفة إن المنطقة تغلي وإن رأسه أيضا مرتبك مما يجري من أحداث البرزاني اعتبر أن العلاقات الجيدة بين تركيا وأقليم كردستان هي عنصر استقرار في المنطقة ورأى أن حزب العمال الكردستاني لا يزال يخضع لإمرة عبد الله أجلان المعتقل في تركيا وضع السلطات التركية إلى السماح للأكراد التعلم بلغتهم الأم وهذا من الحقوق الأساسية للإنسان وقال إن سلاح لن يوصل إلى مكان لحل المشكلة الكردية في تركيا راديكال سنقيم تمثالا لأجلان قال صلاح دين ديمرتاش رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي في مهرجان في ساحة مردين قال إن على الحكومة أن تستجيب لمطالب الأكراد وأن لا تضيع ثانية واحدة وقال إنهم يمنعوننا من تعليق سوار أجلان ويسمحون بتمثيل لقاتل الأكراد الرئيس السابق كنعان إفرين وأنا أقول لهم إننا سننصب هنا في هذه الساحة تمثالا للرئيس أبو أجلان ديمرتاش دعا أردوغان إلى تلبية مطالب الأكراد والابتعاد عن الابتزاز إلى الأعدام مغامرتنا مؤلمة في الأساس لقد وصلنا إلى مرحلة يصرخ فيها رئيس الحكومة مطالبا بإعادة حكم الأعدام فيما تركيا تقوم بمفاوضات لدخول الاتحاد الأوروبي الرجل يقفز من تطرف إلى آخر بسبب هوس الرئاسة المريض يطالب بإعادة حكم الأعدام ويقول أن المجتمع يريد ذلك ويضع إلى نظام رئاسي على الطريقة التركية نهايته إرساء الدكتاتورية قبل خمسين عاما أول انقلاب عسكري وأعدام رئيس الحكومة عدنان مدريس كان يقال يلزمنا رجل بيده العصى وبعد خمسين عاما يبدو أن لا شيء تغير دكتور نزيه ما الذي جعل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني يرتبك من خلال ما يجري من أحداث هل فقط السبب هو ما يجري في سوريا يعني ما تعيشه المنطقة لابد أن يكون لها إنعنكسات وأثار ومفعيل على كامل الأقاليم بما فيها الأكراد ونعلم أن الكرد عنده طموحات في المنطقة أن يكون له دولة ونعرف أن الأكراد أيضا هم إلى حد ما صار لديهم شبه استقلال ذاتي في العراق عندما يتحدث بهذا المنطق ويغازل الأتراك ليسهل أمر الأكراد الأتراك ويقول أن من يقود نحن ليس لنا علاقة بالحزب الدموقات الكردستان هذا يقوده أجلام هذا الأمر يقلقه ليس لأن هناك أيضا مشكلة يعاني منها في الموضوع حتى مع الحكومة المركزية فيما تعلق بكاركوك والمناطق المتنازلة عليها أضف إلى ذلك الأكراد الذين هم موجودون في سوريا إذن الأزمة الكردية أصبحت جزء من الأزمة السورية على الأزمة التركية والمشكلة الأكبر هي مشكلته مع الأتراك ولا يريد أن يدخل في نزاع مباشر مع الأتراك هو يحيل الأزمة الكردية تركية على أجلاء أنه يقول لا تفاوضوا مع مين مع مع أجلاء وليس ليس لي علاقة وهو هذا الآبق هو في الضائر أما ولكنه ضمنيا هو أكيد مع المسألة الكردية ويحذر بنفس الوقت لأنه لا يمكن لأي نزاع تركي كردي أن يكون بمن أعمى عنه الأكراد المتواجدين في العراق البرزان اعتبر أن العلاقات الجيدة بين الإقليم وتركيا هي عنصر استقرار في المنطقة كيف تقيم العلاقات اليوم بين إقليم كردستان العراق وتركيا هذا يعني هذا الكلام ضد طابع دبلوماسي وسياسي أما في النهي المصالح التي تعود إلى الحلم الكردي الذي يطمح إلى إقامة دولة مهما كانت في مثل بقول يعني ما بحبك يا صوارتي أكتر من زندي مهما كان أن يغازل أو يحاول أن يبغمد العلاقة مع النظام التركي أو مع أردوغان شخصيا ولا يريد أن يدخل في معركة الآن في ظل هو معكة مع الحكومة المركزية في العراق إذن يريد أن يظهر أنه بمنأ عما يحصل بين الأكراد الأتراك والحكومة التركية وهو في ذات الوقت لديه تواصل مع الحزب الكردستاني التركي ويدعمه ويدعمه في ذات الوقت من هنا لا يمكن إلا أن نقع قراءة دبلوماسية سياسية لأكثر والأقل وليست هي عامل هي عامل لتؤثر على الأزمة السورية وأيضا على الأزمة التركية التي تعيشها اليوم بالحديث عن حزب العمال الكردستاني بالتحديد برازاني أيضا قال أن حزب العمال الكردستاني لا يزال يخضع لإمرأة عبدالله أجلان ما هي أبعاد هذا الكلام ما هي رسالة التي يريد توجيهها من خلاله هذا الأمر واضح هو يقول للحكومة التركية إذا كنت تريدون مني شيء في موضوع الأكراد في تركيا أنا لا علاقة لأنا علاقة معكم جيدة فعودوا إلى أجلان وتفاهمهم ومنحهم وأضافوا إلى ذلك ولم يخفي نوايا عندما قال أعطوهم حقوقهم قومية أعطونا نحن التعلم بلغتهم أعطوهم استقلال أعطوهم حقوق كما نحن نملك في العراق ولكن هذا الأمر ليس أن يثار معي كعراق ولكن هذا الموضوع يعود إلى أجلان هو هو الرئيس الفعلي للأكراد الذين هم أترك من هنا يريد أن يفصل نفسه ولا علاقة وينأى بنفسه وليس له أي علاقة بما يكون به الأكراد الأترك في مواجهة الحكومة التركية أيضا تمت دعوة الحكومة التركية إلى السماح للأكراد بالتعلم باللغاء الكردية في تركيا وحتى يعني ما الذي يمنع من تطبيق ذلك؟ يعني المهم هلأ هذه الأمور هي تتدرج المطالب ليست فقط في التعلم التركي لهم حقوق كثيرة هناك أشخاص لا يملكونها الجنسية أن يدخلوا في القوات المسلحة في الآمن في الوظائف العام وفي الزران يعني في أمور كثيرة وبدأت تبرز حتى الأزمة السورية انعكست سلبا على الوضع التركي يعني حتى الطرحات التي يترحها التي يترحها الحكومة التركية لها بعدما كانت صفر أزمات مع العالم الآن بدأت يعني جملة أزمات يعني أصبحت كل المسائل الداخلية التركية تعانم المسألة الكردية المسألة العلوية العلمانيين القوات المسلحة وكلها بدأت تتفاعل داخل النظام التركي أيضا حتى عندما يترح أن يكون هناك أن تكون الانتخابات مباشرة حكم رئاسي وليس كما هو الآن هو حكم بغلماني الذي تعيشه تركيا أيضا هناك حكم الإعدام وكما ذكر في التقير أنه ألغي حكم الإعدام بداخل القوانين والتشريعات التركية بهدف تحقيق شرط من الشروط المطلوبة للانظمة الاتحاد الأوروبي والآن يحاول أن يتراجع عن هذا هو في حالة من الضياع لا يعرف البوصلة كيف تتجه هو متأثر أيضا ظاهر على ما يبدو بالأنظمة العربية الملكية والاستموار في السلطة أصوة بالأنظمة العربية من حسن باك لزين العبدين للأسف انتهى وقت هذه الفقرة سنتوقف مع فقرة الأخيرة هي فقرة الكاريكاتور وهذه الصور المختارة من صحيفة النهار اللبنانية الساحة اللبنانية هي عبارة عرقة شطرنج مؤلفة من أعواد كبريت ممكن أن تشتعل من الخارج بأي وقت كيف تعلق على هذا الكاريكاتور هذا يثبت أن الأزمة اللبنانية والشعب اللبناني يعيش حالما القلق والخوف والجميع ينظر عليها ولكن لا يعقل من أين المخرج والمرخل لإطفاء هذا الحريق هذا تحذير للبنانيين والقادة السياسيين أن عليكم أن تفككوا هذه العبوات وهذه الألغام التي يمكن أن تقع بأشرة كبريت ممكن يلعى البلد ونعود إلى ما كنا عليها في السبعين ننتقل إلى الكاريكاتور الثاني من صحيفة القدس العربي دعاية نتنياهو الانتخابية على دماء غزة تعليق سريع لو صباح بأي استحقاق انتخابي يحاول أي حدا في لبنان حتى تركيا يعمل كمان عنده انتخابات هلا أيضا بنتنياهو يعني هرب من كان يريد أن يعمل حرب على إيران يريد أن يعمل انتخابات هلا يريد أن يقضي مركزية يواجه فيها المجتمع هذه غزة ستعمل سوي فلذلك الآن دعنا نقتل نربح لأن أنا القادر أحمي الساحة الصهيونية من من الإرهاب ومن المسلحين ومن حماس وجهاد وغير عن تنظيمات الحلسينية للأسف دكتور انتهى وقت هذه الحلقة شكرا جزيلا لك دكتور نزيه منصور النائب السابق في البرلمان اللبناني شكرا شاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة شكرا للمتابعة وإلى لقاء اشتركوا في القناة